موسيقى السلام عليكم حصاد الليلة يبدأ الآن على مدارسة على شاشة الغد أهلا بكم والبداية بأبرز البلافات واشنطن تؤكد وجود قنوات التصال مع الحثيين في اليمن وتدعو إيران لوقف دعمهم اتحاد الشغلة تونسي يحذر من شلل عام في المؤسسات بسبب أزمة التعديل الوزري المنافي يؤكد من ترابلس أن الحكومة الجديدة ستكون جاهزة خلال أيام الخارجية الأمريكية تقول أن واشنطن تحتفظ بحق الرب على هجمات أربيل إلى التفاصيل أهلا بكم أعلن المبعوث الأمريكي والخاص إلى اليمن أن واشنطن لديها قنوات التصال مع الحثيين في اليمن مطالبا في ذات الوقت إيران بوقف دعمهم للطرف الحوثية يأتي هذا بينما قلم السؤولون في الأمم المتحدة أن هجمات الحثيين على مدينة مأرب تهدد بتشريد مئة الآلاف وتعقيد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب تنديد دولي ورفض للخطوات العسكرية التي يقدم عليها الحثيون من خلال الهجمات التي يقومون بها على تخوم مدينة مأرب الأمر الذي تسبب بعمليات نزوح واسعة آخر تلك المواقف جاء على لسان المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ الذي أكد في مؤتمر صحفي أن بلاده ستزيد الضغط على قادة الحثيين لوقف العمليات العسكرية وأنها تستخدم قنوات للتواصل معهم مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية مطالعا إلى دعم دولي لتحقيق حل سياسي دائم أما الخارجية الأمريكية فقد حثت الحثيين على وقف توغلهم في مأرب واللجوء للمفاوضات مضيفة أنه عمل من مجموعة غير ملتزمة بالسلام أو بإنهاء الحرب التي يعاني منها الشعب اليمني من جانبه عبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتيني غريفث عن قلاق شديد عن السئناف الحثيين للعمليات العسكرية في وقت تجددت فيه المساعد الدبلوماسية فيما حذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم على مأرب يهدد بتشرد مئات الآلاف وتعقيد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب وتقدر المفاوضات السامية لشؤون اللاجئين أن نحو مليون يمني سعى للجوء في مأرب منذ اندلاع الحرب مع تنامي المخاوف الإنسانية وفق مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة الذي أكد أن الحرب ستدفع إلى فرار مئات الآلاف ما يعني عواقب إنسانية لا يمكن تصورها وتزامن التصعيد مع جهود جديدة للأمم المتحدة وواشنطن لإنهاء الحرب التي تسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم ويسعى الحوثيون إلى السيطرة على مأرب قبل الدخول في محادثات جديدة مع الحكومة خصوصا في ظل ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للدفع باتجاه الحل السياسي تنضم إلينا من واشنطن عبر خدمة السعيد سيدة هديل عويس الكاتبة والباحثة والسياسية ألم بك سيدة هديل على شاشة الغد يعني مسألة رفع اسم الحوثيين من لائحة من قائمة الإرهاب هذه الهدية الأمريكية للطرف الحوثي إن صحت هذه الكلمات هل تهدئ من الأمور في اليمن؟ هم تعقدها في رأيك؟ نعم شكرا لك على الأقل حتى الآن كم نرى أن رفع هذا التصنيف هدأ من الأمور في اليمن على العكس هناك اليوم في واشنطن من ينتقد إدارة جو بايدن على هذه الخطوة ويعتبرها أنها هدية للحوثيين وهدية لإيران يعني اليوم ليس فقط على جبهة اليمن اليوم في العراق في أكثر من مكان يلام جو بايدن على أنه من البداية دخل بخط غير متشدد مع إيران والجماعات التابعة لها ما قاد إلى هذا التصعيد من الجانب الإيراني وجانب الجماعات المدعومة من إيران تقنيا تقول إدارة جو بايدن أن هذا الرفع سببه تقني ليس أكثر لكي يكون هناك إمكانية التفاوض مع الجماعة الحوثية لكي يتمكن المبعوث الأمريكي إلى اليمن من عقد لقاءات مع جماعة الحوثيين ولكي يتمكن المنظمات الإنسانية من إدخال المساعدات هذا مقيل يا سيدة هديل هذا مقيل لكن تتزامن هذه المسألة مسألة رفع اسم الطرف الحوثي من لائحة الإرهاب مع هجمات أبهى المطر السعودي ومع ما جاء في متنى الخبر هجمات الحوثيين على مأرب أليس كذلك؟ فأين تكمن التهديئة هنا؟ صحيح يعني الحوثيين يستغلون هذا الرفع وهذه الدعوات أيضا للتحالف لوقف الحرب وأيضا إعلان جو بايدن عن أنه وقف الدعم العسكري للتحالف في تصعيد وكأن الإدارة اليوم تعتبرهم أنهم محقين في هذه الحرب على رغم أننا سمعنا من أنتوني بلينكين من نيت برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستستمر بموقفها بدعم السيادة السعودية والأمن والاستقرار في الداخل السعودي ومساعدة السعودية في صد الهجمات الحوثية ولكن كل هذا لم يتحول حتى الآن إلى سياسة على أرض الواقع لن نعرف حتى الآن ما هي سياسة أصلا جو بايدن في وقف الحرب على اليمن هو اليوم خطوط عريضة فقط في إطار التراجع بما كانت قد قالته أو فعلته إدارة دونالد ترامب ولكن ستصل قريباً الإدارة مع الواقع وسيكون هناك سياسات طيب بيان الخارجية الأمريكية أشار إلى مسألة قنوات الاتصال بين واشنطن وبين الحوثيين نتسأل سويا ما هي طبيعة هذه الاتصالات وعلى أي أساس؟ على أساس أنه طرف مهيم مسيطر على الأرض هو الذي يتحكم في المداخل لوجود أو إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية أم هناك طبيعة أخرى لهذه نوعية من الاتصالات؟ في رأيك؟ يعني مما نراه من الحوثيين حتى هذه اللحظة أنهم لا يستجبون لأي من الدعوات الأمريكية نحو الدبلوماسية ونحو خفض التصعيد وبالتالي لو كان هناك خطوط تواصل سياسية ستكون عبر المبعوث الأمريكي إلى اليمن هو لديه الكثير من العلاقات داخل اليمن حتى في صفوف جماعة الحوثيين طبعا إدارة بايدن وإن كانت تحاول أن تتجنب أن تقولها علنية بأن إيران هي من تدعم الحوثي وتسانده وحتى تحركه متى يتوقف ومتى يصاعد اليوم هناك خطوط اتصال أيضا بينها وبين إيران في إطار سعيها لإعادة الاتفاق النووي الإيراني هنا إدارة جو بايدن تحاول أن تفصل ما بين الميليشيات التابعة لإيران وبين الملف النووي الإيراني ولكن يبدو أنها خلف الكواليس تضغط على إيران أيضا لتوقف الدعم عن هذه الحوثيين هو ضغط في عجلة سيدة ديل هل هو ضغط؟ هل هو تحذير؟ لأن هناك قراءة أخرى للبيانة الذي صدر عن الخارجية الأمريكية مثلا دعوة إيران لوقف دعمهم للحوثيين أنه طلب أو دعوة أو تقريب لوجهات النظر وهناك من رأوه في الزاوية الأخرى هو تحذير واضح من الطرف الأمريكي للطرف الإيراني هو تحذير للطرف الإيراني اليوم لكي تضع هذه الولايات المتحدة هذا الأمر في السلة مع المطالب التي ستقدمها إدارة جو بايدن من إيران لكي ترفع العقوبات لنعرف أن إيران متشوقة جدا اليوم نفذ صبر إيران أيضا تريد أن تعرف ما هي سياسة ترامب تجاه إيران وهل سيرفع العقوبات أو لم يرفعها على الأقل حتى الآن لم ترفع العقوبات عن إيران وبالتالي لا تزال الإدارة تملك أوراق لتضغط على إيران سواء في إطار سلوكها الداخل والبرنامج النووي الصالوخي أو إطار سلوكها من خلال دعم الميليشيات وبالتالي طبعا هذا الطلب اليوم هو إشارة متشددة مع إيران ولكن لم يتحول كل هذا بعد إلى سياسة واقعية شكرا جزيلا من واشنطن عبر خدمة سكايب هذه العويسة الكاتبة والباحثة السياسية أشكرك جزيلا على كل هذا التوضيح حذر الاتحاد العام تونسي للشغل من شلل عام في البلاد بسبب أزمة تعديل الوزري طالب الاتحاد بالإسراء في حل المأزق الدستوري في أقرب الآجال وتوحيد الجهود للخروج من الأزمة الراهنة كما ندد الاتحاد بحملة التحريد على العنف والكراهية في الداخل التونسي مجددا تمسكه باحترام الحريات ومحذرا في الوقت ذاته من محاولة البعض مصادرتها هذه الحريات تصفية للحسابات السياسية وينضم إلينا من تونس ضيفنا الدكتور خالد عبيد أستاذ العلومة السياسية أهلنا دكتور خالد بك على شاشة الغد أولا المأزق التونسي هل هو دستوري كما يقال أم سياسيا دكتور مبطن؟ تحياتي اعتقادي أن هذا المأزق هو مأزق سياسي وانغلف دستوريا فالمأزق الدستوري هو مظهر لأزمة سياسية مستفحلة ولا يمكن أن نجد لها حلا في قادم الأيام طيب تعديل وزاري شامل خمسة وزراء ظهر الأمس أو ظهر منذ البارحة هل حلح للمشهد دكتور خالد أم لا؟ لا لا أعتقد أنه سيحلح المشهد بالمرة باعتبار أن المبادرة التي قام بها رئيس الحكومة المشيشي وإن هي تظهر على أساس أنه قد قدم تنازلا بسيطا تجاه رئيس الجمهورية ولكن رئيس الجمهوري وحسب معرفتنا بطبعه وطباعه فإنه سيعتبر هذه البادرة عبارة على استفزاز شخصي له ولن يقبلها ويعتبرها أن هذه المبادرة هي استمرار للهجوم ضده واستمرار للاعتداء عليه ولهذا سبب اعتقادي أن ما قام به المشيشي لا يمكن أن يحلح للوضع بل سيعقيده أكثر فأكثر وها نحن نعيش فعلا هذا التعقيد وهذا الذهاب إلى المجهول بالنظر إلى أن كل الأطراف متشبثة برأيها يبقى السؤال هل الإطاحة بشام المشيشي قريبة؟ هل يقدم الاستقالة؟ هل هذا هو الحل الوحيد؟ الوحيد دكتور خالد للخروج من هذه الأزمة؟ لا أعتقد أن سيد هشام المشيشي سيقدم استقالته صحيح نحن سنعيش مأزقا حقيقيا وسنعيش تعطلا تاما وسنعيش قطيعا نهائيا وباتا بين رأسي سلطة التنفيذية ولكن اعتقادي أن حركة النهضة الآن هي ستناور كثيرا باعتبار أنها ستلاحظ أو هي التي دفعت السيد المشيشي وستدفعه إلى أن ينازل بين معقفين رئيس الجمهورية وذلك باعتبار أنها تريد أن تبين لرئيس الجمهورية وللرأي العام التونسي بأن الذي اختاره رئيس الجمهورية وهو سيد المشيشي إنما كان الاختيار الخاطئ ولذلك هي تريد أن تحضر البديل في نظرها في قادم الأسابيع عندما يلاحظ الجميع بأن هناك انسيدات كلي فتقول ولما لا نقوم بلائحة سحب ثقة في البرلمان تجاه حكومة المشيشي ونقوم بتقديم البديل وبهذه الفرصة تجد الجميع يقبل بهذه الفكرة وعندما يقبل الجميع بهذه الفكرة هي تعتقد حركة الناظة بأنها ستحقق ما ترجوه وهي أن ترجع قواعد اللعبة إليها باعتبار أنها لا ترغب البتة في أن ترجع قواعد اللعبة أو ترجع المبادرة لرئيس الجمهورية وهو الذي يقترح رئيس الحكومة تريد وهي التي تقترح رئيس الحكومة كي يكون طيعا لها ولهذا السبب اعتقادي أننا ربما نذهب إلى هذا التوجه في قادم الأسابيع وهي رغبة حركة الناظة لكن هل أن ما تريد حركة الناظة سيكون هو الفيصل؟ لا أعتقد ذلك بالنظر إلى أن الساحة السياسية متحركة جدا والوضع السياسي متأزم للغاية وخاصة ما نعيش على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والذي ستقول له تداعية مباشرة سياسية الرئاسات الثلاثة الحكومة الجمهورية والبرلمان دخلت في حرب مفتوحة حتى الوجوه فيها باتت مكشوفة يا دكتور خالد لكن بالعودة إلى إشارات اتحاد الشغل وبيانه هل هي دعوة لتوافق أم هو تحذير دكتور خالد؟ اعتقادي أن دعوة الاتحاد العام تونسي الشغل هي دعوة للحوار ودعوة للتحذير مما هو آتن هذا أولا باعتبار أننا نلاحظ أن الرئاسات الثلاثة كل رئاسة تعطي للأخرى ولا تدعى الأخرى تتحرك أو تقوم بتحرك ما والاتحاد العام تونسي الشغل أدرك الآن أن مبادرته التي قدمها للحوار قد فشلت وانتهى أمرها ولذلك هو يريد أو نلاحظ أنه يرغب في أن يستمسخ ذات تجربة 2013 للحوار الوطني عندما قدم أو تحرك الاتحاد العام تونسي الشغل مع منظمات وطنية وازنة آنذاك مثل عمادة المحامين واتحاد الأعراف وأرباب العمل وأيضا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اعتقادي أنه يفكر الآن شدياً في استمساخ هذه التجربة وذلك من أجل الضغط بقوة على الرئاسات الثلاثة وعلى أصحاب القرار السياسي حتى يتنازلوا من عليائهم ويقبلوا بأن يجلسوا في مئيدة التفاوض والحوار للخروج بتونس من النفق الذي هي فيه ما عدا ذلك ما عدا هذا الحوار الذي ترعاه هذه المنظمات وعلى رأسها الاتحاد العام تونسي للشغل ما عدا ذلك ليس هناك من حل آخر إلا الفوضى لا قدر الله وهذا ما يخشاه الاتحاد العام تونسي للشغل وكل القوى الحية في تونس أشكرك جزيلاً دكتور خالد عبيد وأستاذ العلوم السياسية ضيفاً كان على شاشتنا من تونس شكراً جزيلاً في شان الليبي أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي أن الحكومة الجديدة ستكون جاهزة في غضون أيام وستعرض على مجلس النواب للتصويت عليها تصريحات المنيفي جاءت عقب وصوله للعاصمة طرابلس في أول زيارة له بعد انتخابه رئيساً للمجلس يبحث محمد المنيفي خلال الزيارة دعم الحكومة القادمة والفترة الانتقالية للوصول إلى إجراء الانتخابات بنهاية العام تأتي هذه الزيارة بعد جولة قام هو بها في الشرق الليبي بدأها من بنغازي ثم طبرق ثم البيضاء من جانبه كشف رئيس حكومة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة عن تقدمه بإحاطة أمام المجلس الأعلى للدولة حول التقدم المحرز في تشكيل الحكومة وبرامجها وأهدافها وقال في تغريداته أن هذه الإحاطة تأتي تحقيقاً لمبدأ التشاور المستمر مع جميع السلطات معرباً عن أمل في أن يساهم هذا التواصل في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز ثقة المواطن في السلطات التي تمثله على حد وصفه أضم إلينا من القاهرة ضيفنا أحسين مفتاح أستاذ المحلل السياسي الليبي أهلا بك سيد حسين على شاشة الرد أولاً إلى أي مدى ينجح محمد المنيفي في توحيد مؤسسات الدولة وأطرافها سيد حسين طبعاً السيد المنيفي أعلن في أول كلمة وجهة الإعلام ما يمكن أن نصفه ببرنامج الخطة التي سيعمل بها والتي تضمن الثلاثة نقاط رئيسية الأولى هي توحيد مؤسسة الجيش وهو تحدي كبير الثانية وهي مكملة للأولى وهي توحيد بقية مؤسسات الدولة والثالثة برنامج المصالحة الوطنية أعتقد أن وفقاً للظروف الحالية وفي وجود حكومة جديدة أعتقد أن الظروف أفضل مما كانت تسيمة بعد الخطوات التي خطتها اللجنة العسكرية خمسة زايد خمسة ولكن تبقى هذه الأمال التي ينتظرها كثير من الليبيين معلقة بسبب الظروف المحلية والظروف الدولية أقصد بالظروف الدولية الفاعلة في ليبيا ولكن ماذا البرنامج قصيراً هكذا؟ ربما حضرتك سيد حسين وضعت يدك على لب المشكلة ربما التصريحات التي جاءت من السيد المنيفي عن الحكومة وأنها ستكون جاهزة في غضون أيام أولاً علامة تعجب لما هذه التصريحات من السيد المنيفي وليس من رئيس الحكومة؟ ضعنا في هذه النقطة الرجاء نعم هو السيد المنيفي صرح بهذا التصريح عقب ووصله إلى مدينة طرابلس وكان في استقباله عضو النائب الأول في المجلس الرئاسي في تشكيلة المجلس الرئاسي الجديد عبدالله اللافي وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتظرة حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة طبعاً مستغرباً نعم أن يصرح رئيس المجلس الرئاسي بين الحكومة جاهزة وستكون في غضون أيام أمام مجلس النواب لنيل الثقة فكان يفترض أن يكون هذا من صلاحيات رئيس الحكومة رئيس الحكومة إذن تطفق معي مع درجة الاستغراب السؤال التالي أولاً هل منح الثقة لهذه الحكومة الجديدة أو الوليدة سيكون أمراً سهلاً يمر في هدوء مفروض بالورود أم ربما هناك مشكلات وصعوبة طبعاً هناك سلسلة من النقاط التي لا بد أن تعبر بها عملية نيل الثقة لعل أهم التحديات هو هل يستطيع المجلس النواب أن يعقد جلسة كاملة النصاب في ظل الانقسام الذي يعانيه قد يكون المبشر في هذا الأمر ما خلص به منه اجتماع صبرات اليوم الذي وافق على أن تكون الجلسة المكتملة النصاب في مدينة سيرت وهو نفس النقطة التي تم الاتفاق عليها في طبرق أمس هذه نقطة إيجابية قد يجتمع مجلس النواب اجتماعاً كاملاً طيب يعني يبدو لي سيد حسين من كلمة قد أنها ربما تكون تشككية وليست للتأكيد لكن سؤالي الأخير علامة الاستفهام الأخيرة معك سيد حسين على شاشة الغد كيف ستعمل هذه الحكومة في حل مررت مررت هكذا في جلسة منح الثقة من البرلمان كيف تعمل والأوضاع الميدانية ما زالت على حالها السلاح المنفلت الميليشيات التدخلات الخارجية وأنت أعلم بها نعم أستاذ محمد أنت الآن وصلت بالمشاهد للتحديات الحقيقية كل ما نتحدث عنه هو عمليات إجرائية لوصول الحكومة لاستلام مهامها أو السلطة التنفيذية كاملة المجلس الرئاسي والحكومة لاستلام مهامها وتسيير البلد والخروج بالبلد من المواقع إلى الدائم وهو تحدي كبير قد يتم المصادقة على الحكومة والتشكيلة الوزارية وفي حالة تراضي من مختلف الأطراف ولكن يبقى التحدي الأساسي هذه الحكومة أمامها تركة ثقيلة أمامها تحديات كبرى قوات أجنبية على الأرض مرتزقة على الأرض وضع معيشي سيء حالة اقتصادية سيئة هذه التحديات جملة ليست المهمة الكاملة للحكومة المهمة الأساسية للحكومة هي تنفيذ الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية هذا العام فأعتقد أن الصورة على الأرض ستكون كالسير في حق الألغام أمام هذه الحكومة ولكن في ظل مساندة هذه الحكومة محليا ودعمها دوليا من البيعث الأممية ومن الأمم المتحدة أعتقد أن كثير من النقاط ستذلل يبقى التحدي الأساسي هو القوات الأجنبية التي يجب أن تخرج حتى تقوم هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى كما تفضلت بالذكر والسؤال الكبير هل تجرى الانتخابات بنهاية العام أملا أشكرك جزيلا سيد حسين مفتاح الكاتب والمحلل السياسي ضيف شاشتنا من القاهرة عشر سنوات من الصراع والحرب بين الأطراف المتناحرة ولتزال ليبيا تتلمس طريق الاستقرار سنوات شهدت أزمة مزقت البلاد وسلبت خيراتها وتركتها في فوضى سياسية وأمنية وفتحت أراضيها لتدخلات خارجية بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي وبعد جهود إقليمية ودولية كبيرة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا وبعد أن نجحت الأمم المتحدة مؤخرا في رعاية حوار سياسي ليبي أثمر عن انتخاب مجلس رئاسي يقود البلاد خلال مرحلة انتقالية يحبس الليبيون أنفاسهم خلال تلك المرحلة في انتظار ولادة نظام ديمقراطي قد يعيد الاستقرار إلى بلادهم ولكن وعلى الرغم من هذا التقدم الملموس فإن ليبيا تواجه تحديات كبيرة ونزاعات عنيفة معقدة منذ التدخل العسكري الدولي الذي قاده حلف شمال الأطلسي في مارس عام 2011 حتى أكتوبر من العام نفسه ما خلف بنا تحتية مدمرة في بلد تتحكم فيه الميليشيات وينتشر فيه المسلحون الأجانب ويسوده الفساد الأمر الذي دفع البعض إلى القول إن الوضع في ليبيا ما هو إلا استقرار ظهري لكن الزخم الدبلوماسي جاء نتيجة تحفظ مؤقت عن القتال وليس نتاج رغبة صادقة في التوصل إلى حلول نهائية فيما يرى المجتمع الدولي أنه بعد عشر سنوات على الثورة تبدو ليبيا دولة مشوهة أكثر مما كانت عليه في عهد القدافي بعد تحولها إلى بؤرة حاضنة ثم طاردة لعشرات آلاف النازحين ومن جانبها ترى مجموعة الأزمات الدولية أن ما تحقق لا يعد كونه عبارة عن مكاسب هشة لأنه لا يزال هناك العديد من الخطوات التي يتعين اتخاذها قبل تشكيل حكومة الوحدة المؤقتة قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه من السابق لأوانه الرد على الهجمات الصاروخية التي استهدفت مدينة أربيل شمال العراق وقال إن واشنطن تحتفظ بحق الرد على الهجوم بالشراكة مع الحكومة المركزية في بغداد وإن وزير الخارجي أنطنين بلانكين تحدث مع رئيس وزراء العراق في هذا الإطار هذا وقد أعلن مدير مطار أربيل الدولي عوضة حركة الرحلات الجوية بشكل طبيعي في المطار بعد توقفه عن العمل إثر استهدافه بالهجمات الصاروخية تستأنف حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي بعد توقف دام 14 ساعة أجلت خلالها عدد من الرحلات الجوية الداخلية والخارجية والسبب تعرض المطار لقصف صاروخي طال موقع المطار وعدد من الأحياء السكنية القريبة بعد ثلاثة صواريخ بالقرب من سياج مطار أربيل الدولي أدى ذلك إلى وفاة أشخاص الشركات العاملة مع قوات التحالف الدولية الموجودة وجرح خمسة آخرين وقمنا بإغلاق المطار من ساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشر ظهرا من أجل سلامة المسافرين والخطوط الجوية العاملة في مطار أربيل الدولي بدأت الرحلات الجوية من ساعة الثانية عشر ظهرا ولحد الآن بحركة طبيعي وتعرضت أربيل لقصف بأربعة عشر صاروخا أطلقت من منطقة ريجوير غرب المدينة طالت ثلاثة منها قاعدة أمريكية في مطار أربيل وتسببت بمقتل مقاول مدني وإصابة آخرين بينهم جندي أمريكي بحسب التحالف الدولي أربيل مدينة آمنة ومتعايشة لا فرق بين الكردي والتركماني والمسيحي والعربي الكل يتعايش لا يوجد أي تفرقة لذلك يسعون إلى قلب الأمن فيها لأن أمنها ليس من مصلحتهم وتعد هجمات أربيل هي الثانية من نوعها خلال ستة أشهر وتحمل تصعيدا باستهداف أحيان سكنية وتحمل الهجمات بصمات فصائل مسلحة عراقية خارجة عن سلطة الحكومة العراقية على حد وصف رئيس الإقليم وتوجه رسائل تهديد المزدوجة للمصالح الأمريكية والإقليم على حد سوى صحيب الفهداوي الغد أربيل ومن أربيل عبر خدمة سكايب سيد عماد باجلان حضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضيفا على شاشة الغد أهلا بك سيد عماد أولا الحزب الديمقراطي كيف علق على هجمة أربيل نعم بداية التحقيق لك أهلي أهلي أزالت التحقيقات مستمرة ويعني الحكومة في إقليم كردستان لم تتهم أي جهة حد الآن حتى يعني يكتمل التحقيق وتبين لنا عثار الجريمة ومرتكبين الجريمة ومن أين أتوك وإلى آخرين لكن هناك من تبنى الهجمات يا سيد عماد هناك من أطلقوا على نفسهم صرايا أولياء الدم ليس كذلك؟ نعم نعم هناك قلت لك التحقيقات لا زالت مستمرة ولكن هذه الهجمة يعني بسلوكياتها بآلياتها بطريقتها لم تختلف عن الهجمة السابقة التي أطلقت من سهل نينوة في قاطع الليوات الثلاثين تجاه مطار أربيل يعني يبدو أن الفاعل هو واحد باستثناء تغيير نوعية الصواريخ التي أطلقت من سهل نينوة كهات نوع قراد بعيدة يعني أبعد مداها أبعد من هذه يعني الكل يعرف أنه الفصائل الغير منضبطة التي تسمي نفسها فصائل ولائية يعني لا تخرج عن دائرة الاتهام لأنهم هذه المناطق كما ذكرت غرب مدينة أربيل منطقة قوير وسهل نينوة هذه بيد ألوية الحجد الشعبي يصلون ويجولون في هذه المناطق لذلك لا نستطيع إبعادهم من دائرة الشك والشبهات طيب أنهم لا سيد عماد ربما بعد أن تبنت هذه الصرايا أولياء الدم منذ البارحة حاولت البحث عن فحواها يعني وجدت أن عصائب أهل الحق أنه جباء وحزب الله العرق كلها أمور تنطوي أو جماعات تنطوي تحت نفس المسمايات الجديدة وهم تحت تلواء آخر وهو الحرس الإيراني إذا كانت هذه الإفادات صحيحة وهذا البحث دقيق يا سيد عماد أي أن أصبع إيران وراء هذه الهجمات السؤال هل تكشفت الأسباب وراء الهجمة أم مازالت تحقيقات جارية في هذا الإطار أم ربما هناك ضغوط يا سيد عماد على عدم استكمال التحقيقات أو الضغط على فحواها يعني لا يخفى على أحد هناك حملة إيرانية وحملة من السياسية الشيعية والفصائل المسلحة ضد إقليم كورستان منذ فترة من بعد عدم مشاركة نواب الكرد في مجلس النواب العراقي في التصويت على قانون إخراج القوات الأمريكية والأجنبية يعني بات واضح أن حربوا مع الإقليم تارة بالجانب الاقتصادي قطعوا الرواتب عن الموظفين والعزال الآن يحاولون قطع موازنة أقليم كوردستان وبعد مقتل السليماني وأبو مهدي المهندس أيضا إيران قصفت أربيل بالصواريخ ومن بعدها الصواريخ أطلقت من برطلة باتجاه مطار أفتيل ويوم أمس وإلى آخر كل هذه الأحداث كلها تدل وتشير على أن هناك هجمة أو استهداف بالنسبة لأقليم كوردستان وحكومة أقليم كوردستان طيب يعني أهم أسبابها قلت لك والسبب الثاني أن الأقليم كوردستان هو الأقليم القوي المستقر أمنيا وقتصاديا وإلى آخره وهو الذي يقف بوجه المد الإيراني اللي نقول في مناطق المستقطع هذا هو بيت القصيد سيد عمد هذه الجملة الأخيرة هي بيت القصيد طيب أضع علامة تعجب لا أعلم إذا كنت أتطفق معي فيها أو لا الخارجي أم لا الخارجي الأمريكي أشارت في كلماتها وتصريحاتها الأخيرة لأنها تحتفظ إلى أنها تحتفظ بحق الرد على هجمات أربيل وقالت بالشراكة مع الحكومة المركزية في بغداد لم تذكر أربيل لم تذكر حكومة الأقليم لم يذكر أي نوع من التنصيق معها كيف تعلق على الأمر يعني هي المشكلة لدى الحكومة الاتحادية الحكومة الاتحادية أضعف من أنها تتخذ قرار باتجاه هؤلاء الفصائل الذين خارجين على القانون نرعينا وسبعنا يعني أكثر من مرة أن هؤلاء الفصائل طوقوا منطقة الخضراء وعددوا رئيس الوزراء ومنهم قادة على العنم ظهروا على القضاعيات وأساءوا إلى رئيس الوزراء وبشكلة هذه الفصائل لا تأتمر إطلاقاً بأوامر طائد العام القوات المسلحة ولا هيئة الحجر الشعبي تأخذ أوامرها من طهران نقطة رأسطر ولكن يعني الآن لا نحول على الإدارة الأمريكية جديدة لأنها لا نعرف ما استراتيجتها مع إيران ولكن وفق المعطيات يعني الكل يد يعرف أن هذه العملية لا تتعد كثيراً عن هذه الفصائل المرتزقة التابعة لإيران فلذلك قلت لك ننتظر الأيام الساعات القليلة القادمة لنرى ماذا سوف تفعل الثلاث تدارات شمعاً كانت الأمريكية والاتحادية وفي الأقليم وأنا أرجح أو أتصور أنه يجب وضع حل هذه المهزلة يعني من غير الممكن أن كردستان تسكت وتنتظر بين الحين والآخر أنه تعطيها صواريخ من سهل نينو أو من قوير أو من مخمور أو من أي مكان لذلك هذه المناطق التناظرية تسطورياً يجب أن يتواجد فيها قوات البشمرقة حتى وإن لم تضمبق المادة 140 يجب أن تكون قوات مشتركة مجرد يعني تواجد قوات البشمرقة هناك تؤمن هذه المسافة مدى الصواريخ هذه التي تفدد المشيئات الحيوية في أردين مثل المطار وقاعدة قواعد القوات التحالف وإلى غيره أشكرك جزيلاً أسد عماد باجهلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر شاشة الغن شكراً جزيلاً حصاد الليلة مستمر معكم من الغطف القاهرة بعد الفاصل تتبعكم رئيس الفرنسي يحذر من سيطرة الجماعة المسلحة على الساحل الإفريقية مسيرة في الجزائر بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي من جديد أهلاً بكم في حصاد الليلة لا تذكر بالملفات واشنطن تؤكد وجود قنوات اتصال مع الحوتيين في اليمن وتدعو إيران لوقف دعمهم اتحاد الشغلة تونسي يحذر من شلل عام في البلاد بسبب أزمة التعديل الوزاري محمد المنيفي يؤكد من طرابلسان الحكومة الجديدة ستكون جاهزة خلال أيام الخارجية الأمريكية تقول إن واشنطن تحتفظ بحق الرب على هجمات أربيل من جديد أهلاً بكم أفادت مصادر لقناة الغد بأن عملية تبادل الأسرى تجرى بين إسرائيل وسوريا بوساطة روسية وقد أضافت تلك المصادر أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد استحب أسيرين سوريين إلى موسكو على متن طائرة خاصة وأشرت تلك المصادر إلى أن الاتفاق يتضمن استعادة إسرائيل رفاة جندي مدفون في سوريا وأن وزير الجيش الإسرائيلي أجرى اتصالاً مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لعفروف في هذا الإطار يجري الجيش الإسرائيلي عدة منورات عسكرية وبوتيرة متسارعة تزامناً مع تكثيف الضربات الجوية ضد أهداف داخل سوريا وتأهب عسكري مستمر على الحدود مع لبنان تلك المناورات شملت كافة الأذرع العسكرية في حين تسعى لتقييم أداء الطيرين في حالة حدوث هجوم على إسرائيل مناورة واسعة لسلاح الجو الإسرائيلي الحربي تحمل اسم وردة الجليل لفحص جاهزية الطيرين والطائرات وتعزيز قدرات سلاح الجو في مواجهة أي سيناريو قتالي على الجبهة الشمالية بمحاكاة حرب واسعة وطويلة مع حزب الله أو سوريا أو إيران تستمر المناورة حتى مساء الأربعاء ليجري تقييم الأداء من قبل القيادة العسكرية قبل أسبوع كانت مناورة أخرى للقيادة الشمالية تشمل القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والاستخبارات حملت اسم عاصفة البرق هذه المناورات العسكرية رفعت من تأهبنا واستعدين بشكل كبير وتم اختبار عدة سيناريوهات مثل أن تستمر الحرب لعدة أيام وسنواصل الدفاع عن حدودنا الشمالية قائد الجيش أفيف كوخافي راقب مع كبار القادة المناورة وأكد أن الجيش على أتم الاستعداد المناورة استهدفت فحص التعامل مع الأهداف العسكرية المفاجئة على الحدود وصرعة استدعاء القوات وفعالية الرد الناري السريع وحماية البلدات الشمالية كل ذلك يتزامن مع تصاعد وطيرة القصف الجوي الإسرائيلي لأهداف في سوريا خلال الأسبوع الماضية خاصة بعد وصول إدارة أمريكية جديدة للبيت العبيض منظومة العسكرية الإسرائيلية التي دائما عندها تدريبات مستمرة عندها جاهزية لحرب أو لاستقبال أي هجوم من العدو أكثر نقطة ضعف تحدث عنها اليوم المنظومة الأمنية الإسرائيلية والاستخباراتية هي التفوق العددي من حزب الله في التقدم واحتلال كيبوتسات ومناطق إسرائيلية جديدة الجيش الإسرائيلي يرى في قوات حزب الله اللبناني الخطر الأكبر فالحزب كما تقول الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يمتلك ترسان كبيرة من الصواريخ الموجهة متوسطة المدى خاصة أن الجيش ما زال في حالة تأهب من في الصيف الماضي بعد أن توعد الحزب بالرد على مقتل أحد مقاتله في سوريا جراء قصف إسرائيلي يقول بعض المحللين بأن هذه المناورات بلا شك مهمة عسكريا ولكن لها مضامين سياسية ورسائل لحزب الله وسوريا وإيران والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وهي أن الجيش الإسرائيلي مستعد لخوض أي غمار حرب مستقبلية أحمد البديري قناة الغد القدس المحتلة أذر استطلاعنا مريكوين للرأي أجرته جامعة ميرليند حول خطة ترامب للسلام ومخطة إسرائيل لضم أراضي في الضفة الغربية أن معظم من شملهم هذا الاستطلاع يعتقدون أن الخطة قضت تماما على حل الدولتين أن الواقع في إسرائيل وفلسطين يشبه الفصل العنصري كان الأمير العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش قد وصف هذا المخطط الإسرائيلي بأنه سيكون أخطر انتهاك للقانون الدولي قال رئيس الفرنسي إيمانويل ماكخون أن أوروبا سوف تعاني إن سقطت منطقة الساحل الأفريقي تحت قبضة الإرهابيين وقد أضف رئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركة عن بعد في قمة الساحل والصحراء أن باريس قررت وقف عملياتها لمكافحة التمرد في الساحل الأفريقية إن مصيرنا مرتبط بمنطقة الساحل وإن سقطت بأيد الإرهابيين فإن أوروبا ستعيش في تداعيات هذا الوضع وبالتالي فمن واجبنا أن نقف معها وأن نقف إلى جانب الدول ذات السيادة التي تطلب حضورنا وفيما يتعلق بالأهداف متوسطة الأجل فقد قررنا إعادة النظر في عملية برخان لمكافحة التمرد في الساحل الأفريقي وإتاحة المجال للتفاوض والتعاون الأكبر مع جيوش المنطقة حتى تتحول إلى قوة دولية كما هو الحال في شمال مالي وفق غالبية أعضاء مجلس نواب الفرنسي في قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة نزاعات الانفصالية الذي يعزز الرقابة على المساجد والمدارس لحماية البلاد من التطرف يجرم نص القانون لانعزالية ويعزز الرقابة على تمويل الجمعيات والأنشطة الدينية ويشدد الخناق ويضيقه على نشر الكراهية عبر الانترنت شهدت ولاية بيغايا الجزائرية مسيرة شارك فيها الآلاف في الذكرى الثانية للحراك الشعبي شارك في تلك المسيرة متظاهرون من عدة ولايات إضافة إلى بعض الوجوه المعروفة بنشاطها في الحراك الشعبي الجزائري أعلن قائد البحرية الإيرانية انضمام البحريتين الصينية والهندية إلى المناورات البحرية المشتركة التي تجريها إيران وروسيا أعلنت إيران في وقت سابق بدأ مناورات بحرية بالمشاركة مع روسيا في شمالي المحيط الهندي وتجرى هذه المناورات التي تحمل اسم المناورات المشتركة للحزام الأمني البحري الإيراني الروسي على مساحة سبعة عشر ألف كيلومتر مربع وقد أفاد أسطول بحر البلطيق الروسي أن ثلاثة قطع بحرية روسية تشارك في هذه المناورات حصاد الليلة مستمر معكم من الغد بعد الفاصل تشاهدون مطالبات في قطاع غزة بضرورة تراجع الاحتلال عن منع دخول لقاحات الفيروس مرون موسيقى 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 الغد أفضل فابتسم موسيقى من جديد أهلا بكم في حصاد الليلة لأن تذكر بالملفات موسيقى واشنطن تؤكد وجود قنوات اتصال مع الحوتين في اليمن وتدعو إيران لوقف دعمهم موسيقى اتحاد الشغلة تونسي يحذر من شلل عام في البلاد بسبب أزمة التعديل الوزرية موسيقى المنافي يؤكد من طرابلوس أن الحكومة الجديدة ستكون جاهزة خلال أيام موسيقى موسيقى الخرجات الأمريكية تقول أن واشنطن تحتفظ بحق الرد على هجمات أربيل موسيقى 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 بضرورة تراجع الاحتلال عن قرار منع إدخال لقاحات الفيروس كورونا إلى داخل القطاع كما أن بعض الفصائل في غزة حملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية التامة عن تابعات القرار موسيقى وهذا الدعم مش موجود مسلسل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ منذ قرابة أربعة عشر عاما لا زال مستمرا وكان آخر فصوله منع دخول لقاحات فيروس كورونا لقطاع غزة هذا المنع رأى فيه حقيون مخالفة للاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية جينيفر الرابعة هي في القانون الدولي لحقوق الإنسان ملزمة بتقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان الأرض المحتلة كما تقدمها لمواطنيها وبالتالي هي ترتكب هنا انتهاك واضح تتحلل فيه من الالتزام أصيل يقع على عاتقها بموجب اتفاقي جينيفر الرابعة وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي الوقت نفسه تظهر عنصريتها وعدم إنسانيتها تجاه السكان الفلسطيني ورغم هذا المنع من الاحتلال إلا أن هناك من يسعى حتى اللحظة لتراجع الاحتلال عن هذه الخطوة نجمة الدولية بتعمل مع السلطات الإسرائيلية وإضاء السلطة الفلسطينية وجميع الجهات العاملة في هذا القطاع الطبي كجمعية الإلال الأحمر الفلسطيني وجمعية نجمة الدولة الحمراء من أجل الحرص على إيصال اللقاح بنفس الكفاءة والجودة لهذه المجتمعات الأكثر هشاشة منع الاحتلال لدخول اللقاحات للقطاع يمكن أن يكون له تداعيات وعليه أن يتحمل تبعاته كما تقول حركة حمس منع الاحتلال لدخال لقاحات كورونا هو انتهاك لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية واحد أشكال التمييز العنصر الذي يمارس الاحتلال ضد شعبنا وامتداد للعدوان الذي لا يتوقف على هذا الشعب هذا المنع هو أحد تجارية الحصار المفضل على قطاع غزة والذي يجب أن ينتهي بعد كل هذه المدة نؤكد أن الاحتلال هو من يتحمل التداعيات الكاملة لمثل هذا السلوك وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أن الاحتلال منع إدخال ألفي جرعة من لقاح سبوتنك في الروسية للقطاع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تهجيد حصاره على سكان قطاع غزة ومنعه لإدخال لقاح فيروس كورونا ربما لا يؤثر على المنظومة الصحية فقط في القطاع بل يمكن أن يؤثر أيضا على الأوضاع الميدانية محمد بن مسأل غد غزة فلسطين أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن عزمه إعادة افتتاح معظم المدارس وسط تحضيرات من إعادة الفتح الشامل قبل الاستعداد الكافي والتأكد من حصول أكبر نسبة ممكنة من الأمريكيين على اللقاح بالتزامن مع إعلان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن اللوائح الارشادية الجديدة الخاصة بفيروس كورونا أعلنت الولايات المتحدة عن تسجيل 53800 إصابة خلال 24 ساعة في أقل معدل يومي منذ أكتوبر 2020 يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الرئيس بايدن عما قال أنه هدف طموح لإعادة افتتاح معظم المدارس لغاية الصف الثامن لدى انقضاء أول مئة يوم من توليه الرئاسة الرئيس أوضح أنه يريد دعما من الحزبين لخطة الإنقاذ الأمريكية ويمكنني أن أخبركم أن كل واحد مننا في ذلك الاجتماع كان داعما بشدة العديد من علماء الأوبئة حذروا من أن إعادة الفتح قد تتسبب بكارثة قبل وصول عملية التلقيح ضد الفيروس إلى نسب عالية وإتمام الاستعدادات الكافية لهذه الخطوة يطلق مركز السيطرة على الأمراض استراتيجية تشغيلية لمدارس رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر من خلال التخفيف التدرجي الذي يوفر مسارا لدعم المدارس وفتحا للتعليم الشخصي استطلاع أمريكي انكشف أن 84% من أولياء الأمور قلقون بشأن صحة أطفالهم العقلية ومستواهم الأكاديمي وأن 80% من أولياء الأمور عبروا عن قلاقهم من علامات الاكتئاب لدى الأطفال وأن 28% منهم قالوا أن أطفالهم بحاجة لعلاج للصحة العقلية فضلا عن أن 68% قالوا أن طلابهم حصلوا على درجات أقل بايدن يطالب الكونغرس بالتمويل الكافي لعادة فتح المدارس وتخفيف الإغلاق ومعدلات عالية للتلقيح ضد فيروس كورونا وانخفاض معدلات الإصابة إلى مستوى 50 ألف بعد أن سجلت الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف إصابة كل 24 ساعة في يناير الماضي مع هذا يدعو العلماء لتجاوز الإفراط في التفاؤل منعا لحصول كارثة من أمام مركز السيطرة على الأمراض والويقاية منها سي دي سي عمر محمد قناة الغد وعاشنطن اختتمت في العاصمة السودانية الخرطوم نسخة الحديثة عشر لجائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي تساهم هذه الجائزة في البحث عن أجيالنا جديدة من الرؤيين والشعراء والمصرحيين أي وطن رائع يمكن أن يكون هذا الوطن لو صدق العزم وطابة النفوس وقل الكلام وزاد العمل هذه الجملة هي شعار الدورة الحادية عشرة لجائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي والتي تخدم ثلاثة محاورة لهذه النسخة وهي الرواية والقصة والشعر تميزت هذه الدورة بأنها الأعلى من حيث عدد المشاركات بلغت 1762 مشاركة مقارنة بالدورة العاشرة التي بلغت 746 بزيادة 1016 عمل عن العام الماضي النسخة الحادية عشرة من جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي كانت الأكثر حظا من حيث المشاركات التي بلغت 1762 مشاركة من 40 بلدا حول العالم وهو سهل العبارة وعميق المنحة وهو كاتب ليس من السهل تقليده وليس من السهل تجريبه أو حصره في رؤية محددة فاز بالمراكز الأولى في مجال الرواية نعيم منشد من العراق وفي مجال القصة عمرو علي إبراهيم من مصر وفي مجال الشعر أحمد نمر سليمان من الأردن خلال قرية صغيرة وأناس بسطاء في هذه القرية أن يكتب رواية تعبر عن الأحاسيس البشرية والإنسانية بصورة عامة وهذا هو مكمن عبغرية الطيب صالح وكرم الكاتب والنشر بروفيسور حيدر محمد علي شخصية العام للنسخة الحادية عشرة للجائزة ولديه أكثر من 200 مؤلف وهو صاحب دار نشر مركز الدراسات السودانية الطيب الصالح كان كاتبا استثنائيا لأنه دعا لتعايش جميع المكونات حين قال لقد فات على هؤلاء أن المكان يتسع للدومة والضريح ولمحطة الباخرة الآن هذه الجائزة التي تحمل اسمه تفرخ مئات الروائيين والقصاصين للحياة الأدبية العربية بصورة عامة عفراء فتح الرحمن قناة الغد الخرطوم يتبطع القطلاري هذه الأيام بشعبية إعلامية بالغة في بريطانيا بسبب احتفاله بعشرة أعوام داخل مقر رئاسة الوزراء القطلاري يعامل على أنه موظف دولة حيث عاصر ثلاثة وزراء بريطانيين متابع القطلاري خلق اهتماما إعلاميا وسياسيا هنا في العاصمة البريطانية لندن بعد إتمامه لعشر سنوات في مقر رئاسة الوزراء البريطانية وبصفة موظفي دولة القطلاري حل برئاسة الحكومة البريطانية في فبراير من عام 2011 حيث كان قط متخلى عن قبل الاعتناء به من طرف جمعية خاصة سلمته بعد ذلك لرئاسة الوزراء ولم يحظى أي قط سابق في رئاسة الوزراء بنفس الشعبية التي يحظى بها لاري حاليا فبدأت هنا مسألة إدراك ما كانش فيه ميزانية في داونج ستريد القط لكنها موجودة في مصالح أخرى وهنا أصبح موظف دولة ومش موظف حكومة موظف حكومة تغير بالانتخابات هو موظف دولة موظف ثابت يعني لما تغير جون ميجر وتغيرت ما تغيرش القط لما تغير كاميرون وتغيرت تريسا بي يظل القط كما هو لأن موظف عند الملكة عند الدولة وليس عند الحكومة عاصر لاري رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون وبعده تريزا ماي وحاليا بوريش جونسون وتنتشر له صورة مشهورة مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال زيارته لعشر داون ستريد أما خلال زيارة دونالد ترامب فحينها فضل القط لاري المغادرة والبقاء تحت سيارة ترامب رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون سئل عام 2016 في البرلمان من أجل ضرورة العناية بلاري والاتهام بعدم حبه له وهو ما نفاه كاميرون القط لاري مشهور وهناك شائعة أنني لا أحبه وهذه صورة لي أخذتها معه من المحزن أنني لا أستطيع أخذ القط لاري معي لأنه ملك لرئاسة الوزراء والموظفون يحبونه القط لاري يحظى باهتمام واسع ولديه صفحة على التويتا يتابعها قرابة نصف مليون متابع وهو الوحيد الذي لا ينتظر أثناء مغادرته أو دخوله لمقر رئاسة الوزراء وعمره حاليا 14 عاما القط لاري خلق شعبية إعلامية وسياسية هنا في مقر رئاسة الوزراء البريطانية وبات حديث وسائل الإعلام الإنجليزية والبريطانية على حد سواء محمد الفنيش قناة الغد لندن أكذا تعرفنا على القط لاري غدا حصادوا ليلة أخرى فقط أذكركم بالملفات واشنطن تؤكد وجود قنوات اتصال مع الحثين في اليمن وتدعو إيران لوقف دعمهم اتحاد الشغلة تونسي يحذر من شلل عام تام في البلاد بسبب أزمة التعديل الوزري لمنيفي يؤكد من ترابلوس أن الحكومة الجديدة ستكون جاهزة خلال أيام الخارجية الأمريكية تقول إن واشنطن تحتفظ بحق الرد على هجمات أرد بلاد دوما في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة